هناك مدرسين أكثر احترافاً وهناك دروس أكثر جاذبية لكن هذه الدورة تفوقت على كل ما هو موجود بحمد الله بشيء واحد مهم وهو المنهجية والتراكمية ليست مجرد دروس في قائمة ولكنها خطة ومنهجية متكاملة تأخذ بيدك يوم بيوم حتى توصلك إلى مستوى تنطلق فيه بنفسك معكم عمر الحمدي وهذه قناة English PT وهذا الفيديو هو للتعريف لأهم مشروع يتم إنجازه دورة الإنجليزية من الصفر هذا الفيديو هو الخاص بالمستوى الأول المستوى التأسيسي الميزات الأربعة لهذه الدورة هي صفرية حقيقية منهجية تراكمية خطة يومية وبناء المفردات بأقصى درجات فاعلية سأشرح لكم هذه النقاط الآن في فقرات تفصيلية هذه الدورة تبدأ من الصفر الحقيقي لأن المشكلة أن عبارة تعلم الإنجليزية من الصفر أصبحت تستخدم بشكل مجازي للأسف الصفر يعني أن تبدأ بأول شيء بأهم شيء وهو فك شفرة اللغة بالحروف أصوات الحروف كيف تتهجأ كيف تقرأ وهذا فعلا ما تم تطبيقه في هذه الدورة هذا المستوى التأسيسي يتكون من ثلاث مسارات مسار تعلم القراءة مسار القواعد ومسار الكلمات والتحدث وهي مصممة لمن ليس لديه أي معرفة باللغة الإنجليزية لا حروف لا قواعد ولا حتى كلمات بسيطة من الأفكار الجديدة التي تم تطبيقها في هذه الدورة ما يسمى بخلاط الكلمات ميزة هذا الخلاط أنك تتعلم كيف تستخدم الكلمات عمليا في جمل سهلة وبسيطة لكن ميزته الأكبر أنه يقوم بخلط كلمات الدرس مع الكلمات السابقة لا يوجد أي كلمة داخل هذه الجمل لم تتعلمها خلال هذا الدورة أيضا القواعد من الصفر من أسهل شيء ويبني الدروس شيئا فشيئا من السهل إلى الصعب بشكل متدرج أيضا مسار القراءة نبدأ من الحروف ثم نتعلم أصوات الحروف المتحركة وعندما تندمج بحروف ساكنة نتعلم الأصوات كيف نخرجها ثم نقرأ الكلمات البسيطة المكونة من ثلاثة أحرف ثم الكلمات الأطول والأطول وهكذا حتى تصل إلى مرحلة تقرأ فيها الكلمات الكبيرة وهذه ثلاثة المسارات تترابط مع بعضها وتتكامل فدرس القواعد تجد له جملا في درس الكلمات تطبيق عملي والكلمات التي تعلمتها تجد لها استخدامات في درس القواعد فهذه المسارات وهذه الدورة مترابطة يشد بعضها بعضا خلف هذه الثمانين درس هناك خطة عملية لتحولها إلى منهج دراسي يومي كل يوم لديك مهام للمراجعة والممارسة تلك المهام ليست محصورة من مصدر واحد بل من عدة مصادر في الإنترنت سواء فيديوهات أخرى تطبيقات أو مواقع هدفنا الأساسي ليس أن نبقيك داخل القناة فقط ومحتوياتها هدفنا هو أن تستفيد أفضل استفادة وهذه الخطة والمهام اليومية موجودة بالتفصيل في قناة خاصة في التليجرام وكذلك صفحة خاصة في المدونة أو دليل الدورة قد تتعلم مني كلمة جديدة اليوم لكنك ستنساها غدا أو تتعلمها لكن لن تعرف كيف تستخدمها تعلم الكلمات لا يكفي لوحده لذلك فقد تم تصميم هذه الدورة بطريقة غير مسبوقة أولا تتعلم الكلمات المهمة والتي تستخدمها في حياتك اليومية ثانيا تتعلم كيف تضعها في جمل سهلة بسيطة ثالثا أريك عمليا كيف يمكنك أن تستخدم تلك الكلمات والجمل في حياتك في البيت والشارع رابعا نثبت لك الكلمات في عقلك عبر خلطها بالكلمات السابقة خامسا وهي الخطوة الأهم التي ستثبت الكلمات فلا تنساها إن شاء الله أبدا هي تنفيذ المهام والواجبات عبر الاستماع وإعادة الاستماع والمراجعة نأتي الآن إلى شرح طريقة الاستخدام والاستفادة القصوى من المستوى التأسيسي في هذه الدورة هذا المستوى مكون من ثلاث مسارات كل أسبوع تشاهد ثلاثة دروس درس من مسار القراءة ودرس من مسار القواعد ودرس من مسار الكلمات والتحدث بالإضافة إلى ملحق درس تشاهد في بداية الأسبوع التالي وهذه الخطة مصممة بهذا الشكل يوم الأحد تشاهد درس القراءة يوم الثلاثة درس القواعد الأربعة درس الكلمات ثم السبت من الأسبوع الثاني ملحق لدرس الكلمات السابق وبعد مشاهدة الدرس ستقوم بتنفيذ الواجبات والمهام كل يوم حتى موعد الدرس التالي من نفس المسار ستجد كل هذه التفاصيل والواجبات المهام التي عليك موضحة في صفحة دليل الدورة كم تحتاج من وقت كل يوم؟ تقريبا ساعة تقسمها إلى ثلاثة أقسام 20 دقيقة لمسار القراءة و20 لمسار القواعد و20 لمسار الكلمات وهكذا تستمر أسبوع بعد أسبوع كل أسبوع تشاهد ثلاثة دروس وملحق يعني أربعة فيديوهات مع تنفيذ المهام وبهذا تنتهي من المستوى بالكامل في 20 أسبوع بمعدل ساعة كل يوم أو يمكن أن تخصص ساعتين فتنتهي منه في عشرة أسابيع المهم أن لا تهمل تأدية المهام والواجبات التزم بالخطة حتى تحقق الفائدة المرجوة لا تشاهد الدروس فقط بل أدي المهام والواجبات اصبر على نفسك وستحقق أفضل استفادة إن شاء الله وستؤسس لغتك بأفضل طريقة هذا كان ما يخص المستوى التأسيسي بعد أن تنهيه ستقوم بعمل المراجعة أو تستمع لدروس المراجعة الشاملة ثم تنتقل إلى المستوى الثاني إن شاء الله الحمد لله أولا وأخيرا صاحب الفضل ومن إليه يعود الأمر ألقاكم على خير إلى اللقاء